فلسطينيا ما هي الأدوات التي يملكها الفلسطينيون اليوم للوقوف في وجه المخطط الاستيطاني يعني أولا وجاء هذا اليوم يوم الأرض بمناسبة يعني كثير كئيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار المجازر وعمليا في ظل إعادة احتلال قطاع غزة يعني عمليا جاء يوم الأرض 30 أذار في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغالبية المناطق في الضفة الغربية ولكن عادة احتلال قطاع غزة بكل ما يعني ذلك من تدمير ومن قتل ومن شهدها فهذا يوم يعني باختصار يوم كعيب بالنسبة للشعب الفلسطيني المشروع الصهيوني هو قائم على الاستيارة على الأرض العقيدة الصهيونية الدينية بالذات هي قائمة على الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وبالتالي الاستمرار الاستيطان مستمر في تثبيت أقدام الإسرائيلية على كل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية على سبيل المثال يوميا هناك مصادرة للأراضي يوميا المستوطنين يقيمون بؤرا استيطانية تتحول يعني بشكل تدريجي إلى مستوطنات ثابتة يوميا يتم الإعلان عن أراضي على أنها مناطق عسكرية ومن ثم بعد ذلك يتم تحويلها إلى مستوطنات ولهذا السبب سموتريتش زعيم الصيونية الدينية تمسك بأن يكون مسؤولا عن الإدارة المدنية في الضفة الغربية إضافة أنه وزيرا للمالية لماذا أراد أن يكون مسؤولا عن الإدارة المدنية لأن الضفة الغربية من الناحية القانونية الإسرائيلية تقع تحت مسؤولية الجيش تحت مسؤولية القائد العسكري للضفة الغربية والإدارة المدنية تتبع الجيش هي المسؤولة عن إيطاء الترخيص هي المسؤولة عن تسريع في الإجراءات وبالتالي سموتريتش يدرك أهمية هذا الموقع وبالتالي تمسك وخاض معركة كبيرة مع وزارة الدفاع على أن يكون مسؤولا عن مكتب المنصق وهو الذي يعطي تعليمات فقط لهذا السبب السبب أن يسرع من إجراءات الاستيطان في الضفة الغربية أيضا في القرى الفلسطينية عام 48 هي لا تسلم من ذلك القرى والمدن والبلدات الفلسطينية عام 48 هي لا تسلم من ذلك هي أيضا يتم محاصرتها لكي لا يكون هناك امتدادا طبيعيا ونموا طبيعيا لهذه القرى وهذه البلدات ولكن لو تسمح لي دكتور حسب العقلية الإسرائيلية هذه المستوطنات لن تجلب إلا أعمال كما يسمونها أعمال شغب يعني هي أعمال مقاومة لن تجعل المجتمع الإسرائيلي يعيش في أمان لذلك هو ليس كل الإسرائيليين يوافقون على ذلك بالمناسبة يعني هناك على الأقل نصف الإسرائيليين يعتقدون أن هذا أمر ليس له أي ضرورة رغم أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 67 هي التي تبنت سواء كانت حكومات عمل أو حكومات ليكود حكومات يمين حكومات وسط عمليا هم الذين لكن نصف الإسرائيليين على الأقل لهم لا يعنيهم كل هذا الاستيطان في الضفة الغربية لأنه لا يجلب لهم أمن ولا يجلب لهم سلام ولا يجلب لهم طمانين بالعكس أولادهم يضطرون أن يعني يرسلوا أولادهم إلى هناك لكي يحموا مجموعة من المستوطنين في هذه التلة أو ذاك في هذه المستوطنة أو تلك ولكن هذه هي العقيدة الصيونية التي تتعزز بمعنى يعني قوتهم تزيد سواء كان في النظام السياسي الإسرائيلي أو في الشارع الإسرائيلي أو على صعيد الممارسة على الأرض بمعنى يعني هم يدركون أنه لا تجلب لهم ولكن يعني يعتبرون أن هذه كانت فرصة كبيرة جدا بالنسبة لهم يعني الوضع الفلسطيني سيء الوضع الفلسطيني في تراجع العالم مشغول في أزمات وانشغل خلال العشرين عام الماضية في أزمات كثيرة وبالتالي إسرائيل استفردت في الموضوع وبالتالي كيف يمكن الوقوف في وجه هذه السياسات اليوم؟ لا والشعب الفلسطيني مش مسلم يعني الشعب الفلسطيني غير مستسلم لهذه الإجراءات الشعب الفلسطيني يقاوم هناك مسيرات على الأرض هناك صدامات تقريبا بشكل يومي الآن هناك مواجهات بين شبان فلسطينيين جيش الاحتلال عقب اقتحام الاحتلال لبلدة بيت فوريك بيت فوريك في نابلس يعني هذا يوميا يعني الشعب الفلسطيني مش رافع ديه ويولول ويقول يعني الحقونة لا الشعب الفلسطيني يحاول بقدر ما لديه من إمكانيات ومن قدرات أن يقاوم هذا السلوك الاستيطاني طيب على الأرض يعني قلت بأنه الشعب الفلسطيني لا يستلم ولكن هذه المقاومة على الأرض ألا تريد إسناد سياسي ما المطلوب هنا أو ما الأدوات التي يمكن أن ترفض الحراك على الأرض يعني للأسف الشديد الوضع السياسي الفلسطيني هو سيء ووضع السلطة الفلسطينية هو أكثر أكثر سوءاً ولكن هذا هو الحال بالنسبة للشعب الفلسطيني يعني الضفة الغربية عملياً هي محتلة بشكل كامل وإسرائيل تفعل فيها كل ما تشاء جنين يومياً يكون فيه اقتحامات في شمال الضفة الغربية جنين طول قرم نابلس مناطق شمال الضفة الغربية الخليل حتى رمالة نفسه يكون هناك اقتحامات والسلطة الفلسطينية للأسف الشديدة غير قادرة هي عاجزة عن أن تفعل شيئاً في وجه هذا السلوك الإسرائيلي طيب اليوم أيضاً بمناسبة ذكرى يوم الأرض كان هناك مظاهرات حاشدة جداً في لندن في باريس أيضاً للمطالبة بوقف هذه الإبادة الجماعية في غزة هل تعتقد بأنه نجحت هذه الضغوط الشعبية بالضغط على حكوماتها؟ أكيد يعني إذا لحظنا موقف بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني سونيك بعد السابع من أكتوبر هو يعني كان إسرائيلي أكثر من الإسرائيليين وكأنه كان يقول أنا مستعد أن أرسل جيشاً ورسل طائرات للمحاربة مع إسرائيل ولكن الآن هو يطالب وقف إطلاق النار نتيجة ماذا؟ نتيجة الضغط الشعبي والحركات الشعبية المؤيدة للفلسطينيين والأكثر مؤيدة للفلسطينيين الرافضة للعدوان الإسرائيلي والقتل والتهجير هم يرون الصور القليلة التي تخرج من غزة التي تخشع لها الأبدان من قتل ومن تجوية ومن تشرين ومن تدمير ممنهج وبالتالي نعم هذا نتيجة الحكومات الغربية المعروفة بتأييدها لإسرائيل ألمانيا، فرنسا، بريطانيا حتى دول مثل هولندا ومثل بلجيكا نرى أن هناك تغييراً في هذه المواقف نتيجة الضغط الشعبي نتنيه سيرسل وفدين واحد سيذهب إلى الدوحة والآخر إلى القاهرة لماذا يرسل وفدين وهل هو مهتم إلى هذه الدرجة بالتوصل إلى صفقة؟ يعني هناك تفسير آخر لهذا القرار الغريب العجيب لنتنياه بأن يكون هناك وفداً في القاهرة ووفداً في الدوحة القاهرة برئاسة رونين بار رئيس الشباك وفي الدوحة برئاسة رئيس المسدد برنيا هناك من ينظر أن هذا الأمر غير صحي وغير إيجابي وأن هذا مضي على الوقت ويضيع الوقت ليس هناك تفسير من مكتب نتنياهو الذي أعلن عن إرسال بقرار من نتنياهو عن إرسال وفد إلى القاهرة ووفد إلى الدوحة ليس هناك تفسيراً مقنعاً أن ما هي الجدوى أو ما هي الفكرة من إرسال وفدين لماذا لم يذهب وفد واحداً إلى الدوحة أو إلى القاهرة كما كان في المرات السابقة لماذا وفد هنا ووفد هناك هذا يعني سيعطي روايات متناقضة وانطباعات متناقضة برأيك أنت لماذا؟ برأيي أنا أتفق أن هذا مضي على الوقت لم يكن هناك تفسيراً عملياً لماذا؟ إلا إذا كان وجود رونينبار أو ذهبه إلى القاهرة هو شيء آخر ليس له علاقة في عملية التبادل طيب دكتور يعني في ميزان الربح والخسارة غير أنه هناك إبادات جماعية ومجازر وتدمير للبنى التحتية ما الذي ربحته إسرائيل وما الذي خسرته في هذه الحرب؟ يعني إسرائيل بلا شك في هذه الحرب حالياً حتى الآن هي لم تحقق أهدافها لم تحقق أهدافها بمعنى القضاء على حماس القضاء على المقاومة الاغتيال كل من كان له علاقة في 7 أكتوبر إذا كان هذا هو الهدف الإسرائيلي الأسمى بالنسبة لهم هو لم يحققوا هذا الهدف إذا كان الهدف هو تدمير غزة بالكامل فوق رؤوس أصحابها فهم حققوا يعني الغالبية العظمى من هذا الهدف ولكن لا أعتقد أنه يعني إسرائيل يعني هذا يخدمها كثيراً تدمير غزة لا يخدمها كثيراً هذا يضر فيها ويضر فيها على المدى البعيد ويضر فيها على مستوى العالم إسرائيل لا شك أنها يعني وسياسياً أيضاً أدر فيها خسرت الكثير الإسرائيل من 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر في 7 أكتوبر إسرائيل يعني أصيبت بصدمة الإسرائيليين أصبحوا غير واثقين من أمنهم وسلامتهم خلال عيشهم في إسرائيل وهذا بالنسبة للإسرائيليين هذا مسألة مهمة جداً بالنسبة لأمنهم القومي هو منح الشعور لا اليهودي الذي يأتي إلى إسرائيل بأن هذا البلد بالنسبة له آمن ومستقر اليوم بعد 7 أكتوبر لم يعد هذا الشعور وبعد ستة شهور من الحرب ومن القصف ومن التدمير والآن أصبح أيضاً على الجبهة الشمالية حتى الآن هذا الشعور لم يتغير في شيء بالعكس الإسرائيلي أصبح أكثر قلقاً على مستقبله مما كان عليه في بداية 7 أكتوبر على ماذا يعول نتنياهو برغبته بإشترار الأمور في الجبهة الشمالية إلى حرب وكأنه يريد فعلاً أن تشتعل هذه الجبهة بشكل كبير يعني لا أعتقد في موضوع الجبهة الشمالية أن نتنياهو يدفع باتجاه الحرب ربما الآن لكن ما هو واضح أن نتنياهو في بداية الأدوان في بداية 7 أكتوبر نتنياهو منع هو وغانس وأيزنكوت منعوا غالانت والجيش من المبادرة في حرب في الشمال ولكن يبدو أن هناك تغييراً في الموقف الإسرائيلي وبما في ذلك تغييراً في موقف نتنياهو حول موضوع الشمال لماذا؟ لأن هناك أكثر من 60 ألف إسرائيلي عملياً مهجرين من قراءهم ومن بلداتهم في الشمال وبالتالي هذا يضغطهم عليهم أن يعني يبعدوا هكذا يعني يصرون على إبعاد قوات حزب الله إلى ما بعد الليطاني هذا الأمر ليس سهلاً وبالتالي هناك تصعيد هناك تصعيد كبير لا أستبعد أنه بعد شهر بعد شهرين هذا التصعيد يتحول إلى حرب إلا أن يكون هناك اتفاد